السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحبا بك مرة أخرى في قناتنا أشخبارنا اليوم لدينا رسالة عاجلة من الداعية السعودي الشهير إبراهيم المحيميد وهو يدعو إلى الاعتقال الفوري لشخصية معارضة صلاح حمامة متابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا سنسعد بي اشتراكك في القناة وإعجبك بي القصة ومشاركتها والتعليقك عليها حرض الداعية السعودي إبراهيم المحيميد على المعارض الشاب المقيم في لندن صالح الغامدي الشهير باسم صالح حمامة وقال المحيميد في تغريدة عبر تويتر هذا اسمه صالح ولقبه دجاجة أو حمامة معارض يزعم ترك بلاد الحرمين التي تعمر مساجدها بدروس التوحيد والسنة وهاجر لبلاد الممسات والكنائس نشر حمامة مقطعا له يدعو لتجهيز ثلاثين ألف مناضل بالسعودية والعرب يقول من أراد أن يكون إمامي فليكن أمامي لا يجاور العلوج الكفرة ويحرض من بعد ينتظره وأمثاله سيف ونص أما السيف فهو سيف آل سعود الأملح وأما النص فقوله عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه تغريدة المحيميد الذي يلقي دروسا دورية في تفسير القرآن والحديث بمساجد العاصمة الرياض أثارت سخطا واسعا ضده وقال مغردون إن الدعوة الصريحة للقتل لمجرد الاختلاف السياسي تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول وتزامنت تغريدة المحيميد مع تهديدات أخرى طالت العقيد المنشق رابح العنزي المقيمة في لندن أيضا وقال العنزي إنه يتلقى تهديدات من قبل مغردين محسوبين على الحكومة السعودية قام أحدهم بالإعلان عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن موقع سكن العنزي وأوضح المغرد فهد بن سطام أنه سيمنح عشر آلاف ريال سعودي 2668 دولار لكل من يمنحه معلومات توصل إلى موقع سكن العنزي الذي انشق مؤخرا عن الأمن السعودي وقدم على طلب للجوء السياسي في لندن وكان فهد بن سطام طلب من مالك مطعم عراقي في لندن إيقاف العنزي عن الحديث خلال بث مباشر للأخير بتطبيق تيك توك وهو ما دفع الأخير لتقديم شكوى بحق المطعم الذي أجبره على المغادرة وبعد المكافأة التي أعلن عنها فهد بن سطام قال العنزي لموقع Middle East Eye أنا خائف حقا أخشى خاصة من العرب والغرباء ومن يطلق الباب حتى عندما أستحم وتابع تعرفوا لماذا؟ ولي العهد رجل مجنون لم يتعلم درسا مما فعله في مقتل جمال خاشقجي عندما نتعامل مع شخص مجنون توقع أي شيء بدوره قال الحقوقي عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل سلمان العودة إن الهجمات على العنزي منسقة ومنهجية وتصاعدت بسرعة كبيرة وأضاف تنشر السعودية بانتظام جيوشا لمطاردة المعارضين في الخارج لكن لأول مرة يتم عرض مكافأة مالية وأردف إنهم يريدون أن يجعلوا منه عبرة من خلال محاولة إسكاته أعتقد أنهم يريدون حقا اغتياله وفي وقت لاحق أصدر فهد بن سطان بيانة قال فيه إنه يقوم بالتحريض على رابح العنزي وآخرين من تلقاء نفسه وإن الحكومة لا علاقة لها بذلك مضيفا أنه سيواصل عمله هذا